اشتركوا في القناة المحافظة الأولى وهي محافظة العاصمة راح نتطرق إلى نتائج الانتخابات النيابية فقط وفي الدائرة الأولى لدينا تعادل كل من المترشحين عادل عبد الرحمن العسومي والمترشح الآخر خالد يوسف إصليبيخ في الدائرة الأولى لينتقل إلى جولة إعادة في السبت المقبل أما في الدائرة الثانية لدينا أيضا إعادة وما بين المترشحين أحمد عبد الواحد قراطة والمترشح الآخر السيد هاشم العلوي لينتقل إلى جولة إعادة أيضا في السبت المقبل أما في الدائرة الثالثة فقد أيضا ينتقل كل من المترشحين علي عباس شمطوت وعلي أو عادل حميد جعفر إلى جولة إعادة مقبلة في السبت المقبل ننتقل إلى الدائرة الرابعة وفيها أيضا تعادل من كل من المترشحين عبد الرحمن راشد بمجيد وإبراهيم عبد الله المناعي ليخضع إلى جولة إعادة مقبلة أما في الدائرة الخامسة فأيضا فيها تعادل وجولة إعادة ما بين كل من المترشحين ناصر عبد الرضا القصير والمترشحة وفاء عمران أجور ننتقل إلى الدائرة التالية وفيها أيضا إعادة ما بين كل من المترشحين علي إحسين العطيش والمترشح عبد الله عبد القادر الكوهجي في الدائرة التي تليها وهي الدائرة السابعة لم تحسن بعض فقد تعادل فيها كل من المترشحين أسامة عبد الحميد الخاجة والمترشحة زينب عبد الأمير إبراهيم إلى جولة إعادة مقبلة أما في الدائرة الثامنة فقد حسمت مبكرا لصالح المترشح مجيد محسن العصفور لصالح مجيد محسن العصفور ليذهب إلى مجلس النواب عن طريق التزكية أما في الدائرة التاسعة فقد تعادل كل من المترشحين إبراهيم علي العصفور والمترشح محمد عبد الله آل عباس إلى جولة إعادة مقبلة في السبت المقبل أما في الدائرة العاشرة وكما نرى هناك تعادل أيضا ما بين كل من المترشحين نبيل عبد الله البلوشي والمترشح الآخر علي محمد إسحاقي هذه آخر دائرة لدينا في محافظة العاصمة وننتقل إلى محافظة أخرى وهي محافظة المحرك ونرى في الدائرة الأولى والنتيجة المتحصلة النهائية هي كالتالي في الدائرة الأولى نرى في محافظة المحرك تعادل كل من المترشحين سعدي محمد علي وعلي عيسى بفرسن ليخضع إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة الثانية كما نرى إعادة أيضا ما بين المترشحين إبراهيم جمعة الحمادي والمترشح عبد المنعم محمد العيد ليخضع لجولة إعادة مقبلة ننتقل للدائرة الثالثة ونرى فيها أيضا جولة إعادة ما بين كل من المترشحين جمال علي بحسن والمترشح أحمد سند أل بن علي أما في الدائرة الرابعة فكانت النتيجة المتحصلة هي حسم مقعد هذه الدائرة لصالح المترشح عيسى عبد الجبار الكوهجي أما في الدائرة الخامسة فقد كانت النتيجة المتحصلة هي كالتالي إعادة ما بين كل من محمد حسن الجودر وخالد صالح بوعنق ليخضع لجولة مقبلة قادمة أما في الدائرة التي تليها فكانت النتيجة المحصلة هي كالتالي جولة إعادة ما بين كل من عباس عيسى القاضي أو عباس عيسى الماضي وما بين نبيل أحمد العشيري في الدائرة التي تليها كانت النتيجة النهائية هي كالتالي إعادة ما بين كل من علي يعقوب المقلة وما بين ناصر الشيخ الفضالة في الدائرة الثامنة في دائرة الحد كانت النتيجة النهائية هي كالتالي حسم المترشح إبراهيم علي بو علي لصالح هذه الدائرة ونهاية المقاعد النيابية بمحافظة المحرك ننتقل إلى نتائج الانتخابات البلدية بنفس المحافظة محافظة المحرك ونرى في الدائرة الأولى حيث كانت النتيجة النهائية هي كالتالي جولة إعادة ما بين كل من المترشح يوسف محمد الريس والمترشح وحيد محمد المناعي في الدائرة الثانية النتيجة النهائية هي كالتالي تعادل ما بين كل من المترشحين فاطمة سلمان محمد والمترشح محمد عبدالله آل السنان ليخضع لجولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم ننتقل إلى الدائرة التي تليها وفيها أيضا جولة إعادة ما بين كل من المترشحين نجم عبدالله آل السنان والمترشح ياسر أحمد البكري هذه الدائرة الثالثة أما في الدائرة الرابعة كانت النتيجة النهائية هي كالتالي حسم المترشح غازي عبدالعزيز المرباطي لمقعد الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق بلديا أما في الدائرة التي تليها كانت النتيجة المتحصلة هي كالتالي تعادل كل من المترشح محمد خليفة حرز والمترشح نواف محمد بوعلاي ليخضع لجولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة التي تليها هناك جولة إعادة مقبلة أيضا بين كل من المترشحين تغريد علي علوي والمترشح علي عبدالله النصوح في الدائرة السابعة لم تحسم أيضا بعد فقد كانت هناك جولة إعادة ما بين كل من المترشحين صباح راشد الدوسري والمترشح عبدالله علي البستقي أما في الدائرة الثامنة والأخيرة بمحافظة المحرق فقد كانت النتيجة كالتالي جولة إعادة مقبلة ما بين كل من المترشحين عبدالعزيز محمد زمان والمترشح يوسف أحمد الذوادي هذا كل ما لدينا في هذه المحافظة ونتقل إلى المحافظة الشمالية حيث كانت النتيجة المتحصلة نيابيا في الدائرة الأولى هي كالتالي تعادل كل من المترشحين علي أحمد الدرازي والمترشحة فاطمة عبدالمهدي العصفور إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة الثانية فقد كانت النتيجة النهائية هي كالتالي جولة إعادة مقبلة ما بين كل من طلال أو جلال كاظم حسن وما بين حسين سلمان الحمر ليخضع لجولة إعادة مقبلة في يوم السبت المقبل أما في الدائرة التي تليها فقد كانت النتيجة المحصلة هي كالتالي جولة إعادة مقبلة ما بين كل من المترشحين حسن سالم الدوسري وحمد سالم الدوسري إلى جولة إعادة مقبلة أما في الدائرة الرابعة فقد كانت النتيجة النهائية هي جولة إعادة ما بين كل من المترشحين نواف محمد السيد وغازي فيصل آل الرحمة إلى جولة إعادة في يوم السبت المقبل أما في الدائرة التي تليها فقد كانت النتيجة المتحصلة هي كالتالي تعادل ما بين كل من المترشحين جميل حسن الرواعي وعلي عبد الله العرادي ليخضع لي جولة إعادة أما في الدائرة التي تليها كانت النتيجة كالتالي تعادل كل من رؤى بدر الحايكي ومحمد جعفر آل عصفور إلى جولة إعادة وتعادل في يوم السبت المقبل أما في الدائرة التي تليها وهي الدائرة السابعة فالنتيجة كانت هي كالتالي تعادل كل من ماجد إبراهيم الماجد ومحمد سعيد بن رجب إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة التي تليها فقد كانت النتيجة كالتالي عادل شريد الذوادي يتعادل مع المترشح عيسى أحمد تركي ليخضع إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة التي تليها فقد كانت النتيجة هي كالتالي تعادل كل من المترشح عبد الحميد عبد الحسين محمد والمترشح حسن محمد العلوي إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة العاشرة فقد كانت النتيجة هي كالتالي تعادل كل من المترشحين محمد إسماعيل العمادي والمترشح خالد جاسم المالود إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة الحادية عشر وقبل الأخيرة فقد حسمت لصالح جمال داود أحمد ليحجز هذا المقعد من هذه الدائرة بالمحافظة الشمالية أما في الدائرة الأخيرة في هذه المحافظة نيابيا فقد كانت النتيجة كالتالي تعادل كل من المترشحين جميلة منصور السماك والمترشح الآخر عماد السيد إلى جولة إعادة مقبلة أما الآن الانتخابات البلدية بالمحافظة الشمالية فقد كانت النتيجة كالتالي ومع الدائرة الأولى حيث كانت النتيجة المحصلة النهائية هي كالتالي حسم المترشح علي عبدالله الشويخ لمقعد هذه الدائرة مبكرا بسبب فوزه عن طريق التزكية أما في الدائرة الثانية من نفس المحافظة فقد كانت النتيجة النهائية هي كالتالي تعادل كل من المترشحين فاطمة عباس محمد والمترشح جعفر عبدالواحد شهاب إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم ننتقل إلى الدائرة الثالثة حيث كانت النتيجة النهائية هي كالتالي هي فوز المترشح عبدالله إبراهيم الدوسري بمقعد هذه الدائرة بالمحافظة الشمالية ننتقل إلى الدائرة الرابعة حيث كانت النتيجة النهائية هي كالتالي تعادل كل من المترشحين حمد عبدالله الدوسري والمترشح حمد إبراهيم عبدالله ليخضع لجولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما الدائرة التي تليها فقد تعادل كل من أيضا أحمد محمد الكوهجي وعيسى عبدالعلي العصفور إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت المقبل في الدائرة التي تليها كانت النتيجة النهائية هي كالتالي تعادل كل من إياد محمد جابر وعبدالله عبدالحميد عاشور ليخضع إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم في الدائرة التي تليها وهي الدائرة السابعة فقد كانت النتيجة النهائية هي فوز من يمثل النساء والعنصر النسائي في هذه الدائرة هي بدور جعفر بالرجب لتحسن مقعد هذه الدائرة الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية في الدائرة التالية وهي الدائرة الثامنة كانت النتيجة النهائية هي كالتالي تعادل كل من محمد عبدالله بشوك وخالد جمال برشيد ليخضع إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم في الدائرة التي تليها كانت النتيجة النهائية هي كالتالي تعادل كل من خليل زين العابدين زينل وخالد إبراهيم قنبر ليخضع لجولة إعادة مقبلة لدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية أما في الدائرة العاشرة فقد كانت النتيجة هي كالتالي تعادل كل من طاه صالح الجنيد وناجح عبيد عنفوس ليخضع لجولة إعادة مقبلة في يوم السبت المقبل أما في الدائرة قبل الأخيرة فقد كانت النتيجة المتحصلة هي كالتالي خضوع كل من محمد خليفة بحمود وعلي إبراهيم علي إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت المقبل أما في الدائرة الأخيرة في محافظة الشمالية فكانت النتيجة هي كالتالي حسم المترشح إحسين علي الخياط لنتيجة هذه الدائرة والفوز بهذا المقعد لننتهي من نتائج الانتخابات البلدية بالمحافظة الشمالية ننتقل معكم إلى المحافظة الجنوبية ونتكلم عن نتائج الانتخابات النيابية ونبدأ بالدائرة الأولى حيث كانت النتيجة المتحصلة هي كالتالي تعادل كل من خالد عبد العزيز الشاعر وعدنان محمد المالكي ليخضع لجولة مقبلة وجولة إعادة في يوم السبت القادم أما في الدائرة الثانية فقد كانت النتيجة هي تعادل كل من محمد سلمان الأحمد وعيسى علي القاضي ليخضع لجولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة التي تليها فقد حسمت لصالح المترشه عبد الحليم عبد الله مراد ليفوز بمقعد هذه الدائرة الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية أما في الدائرة الرابعة فقد كانت النتيجة كالتالي تعادل كل من محمد يوسف المعرفي وعبد الحميد علي الشيخ ليتعادل وينتقل إلى جولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة التي تليها فقد كانت النتيجة كالتالي تعادل كل من خليفة عبد الله الغانم وفوزية عبد الله زينل ليخضع لجولة إعادة مقبلة في يوم السبت المقبل أما الدائرة التي تليها فقد كانت أيضا من نصيب التعادل حيث تعادل كل من المترشحين أنس علي بوهندي ومحمد شاهين البعينين ليخضع لجولة إعادة مقبلة أما في الدائرة التي تليها فقد كانت النتيجة أيضا لصالح المترشحين في جولة إعادة مقبلة ما بين كل من عبد الله علي أحويل وحمد فيصل الدوسري ليكونون في جولة إعادة مقبلة في الدائرة التي تليها كانت النتيجة المتحصلة هي أيضا تعادل لصالح المترشحين وهم كل من ذياب محمد النعيمي ومحمد إبراهيم البعينين لتعادل في الدائرة الثامنة أما في الدائرة التاسعة فقد كانت النتيجة هي جولة إعادة مقبلة ما بين كل من المترشحين محسن علي البكري ومحمد أحمد الدوسري ليحسم أحد منهما مقعد هذه الدائرة في يوم السبت المقبل أما في الدائرة العاشرة والدائرة الأخيرة فقد حسم مقعد هذه الدائرة المترشح أحمد إبراهيم الملة ليفوز بآخر مقاعد المحافظة الجنوبية نيابيا والآن ننتقل إليكم إلى المحافظة الجنوبية بلديا ومع الدائرة الأولى النتيجة في الدائرة الأولى هي تعادل كل من المترشحين عبدالله مبارك هلال والمترشح ثابت علي المطاوعة ليخضع لجولة إعادة مقبلة يوم السبت القادم في الدائرة الثانية كانت النتيجة كالتالي تعادل كل من المترشحين وضح أنبارك الدوسري ومحمد عبدالله الخال ليخضع لجولة إعادة مقبلة أما في الدائرة التي تليها وهي الدائرة الثالثة فقد حسمت لصالح المترشح أحمد يوسف الأنصاري في الدائرة الرابعة النتيجة النهائية هي كالتالي تعادل كل من المترشحين عمر عبدالرحمن محمد والمترشح يوسف إبراهيم الصبغ هذه في الدائرة الرابعة أما في الدائرة الخامسة فقد كانت النتيجة المتحصلة هي كالتالي حسم المترشح محمد موسى محمد بمقعد هذه الدائرة والفوز بمقعد الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية بلديا ليفوز بهذه الدائرة وننتقل إلى الدائرة السادسة حيث كانت النتيجة النهائية هي كالتالي تعادل كل من المترشحين نجيب حمد الكواري والمترشح محمد يوسف جناحي ليخضع لجولة إعادة مقبلة في يوم السبت القادم أما في الدائرة السابعة فقد كانت النتيجة النهائية هي تعادل كل من المترشحين عبدالطيف محمد سلمان والمترشح محمد ناصر الكعبي ليخضع لجولة إعادة مقبلة أما في الدائرة التي تليها وهي الدائرة الثامنة بمحافظة الجنوبية فقد كانت النتيجة هي كالتالي تعادل كل من بدر صالح التميمي وناصر سعيد المنصوري ليخضع لجولة إعادة مقبلة أما في الدائرة قبل الأخيرة وهي الدائرة التاسعة فقد حسمت لصالح المترشح بدر سعود الدوسري ليظفر بمقعد الدائرة التاسعة بالمحافظة الجنوبية أما في الدائرة الأخيرة وهي آخر دائرة بالمحافظة الجنوبية فقد حسمت أيضا لصالح المترشح عيسى يوسف الدوسري لتكون هذه آخر المقاعد التي يفوز بها المترشحون في هذه الدائرة بمحافظة الجنوبية هذا كل ما لدينا نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء